أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الآلية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي تمثل خطوة مهمة نحو الحل السلمي في اليمن وأشار أبو الغيط في بيان صحفي إلى أن اتفاق الرياض يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة في جميع الأراضي اليمنية خاصة في ضوء التهديدات الصحية والصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها أبناء اليمن لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من كل المخلصين إعلاء المصلحة الوطنية لليمن وشعبه فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب وإنهائها وتحقيق الاستقرار في ربوع اليمن كافة ورحب أبو الغيط بالجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض معبرا عن ارتياحه للمواقف التي اتخذتها كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مؤخرا من أجل إنهاء الأزمة في المناطق الجنوبية وبهدف التوصل إلى تسوية مناسبة تسمح بإعادة الاستقرار وتطبيق اتفاق الرياض بآليته التنفيذية